دكتور بنتي عمرها ثلاث شهور وبعمل لها ينسون وكراويا هل صح؟ طيب هو الحقيقة انه دي من العادات الحقيقة الموروسات يعني السابتة والأصيلة ولكن للأسف عايز اقول للناس انه ليس هناك اي فوائد غذائية في الينسون او الكراويا انا بتكلم بالنسبة للاطفال الرضع الصغيرين يعني اذا قلنا ان فيهم مثلا فيتامينات او معادن فبرده ده مش مطلوب للاطفال الصغيرين اللي عمرهم شهور ليه؟ لان لبن الرضاعة هو الاحتياج الرئيسي للاطفال يعني الاحتياج الرئيسي والاحتياج الوحيد الحقيقة في الوقت ده اللي عايز اقوله يا جماعة انه يعني فيه ناس يقولوا ايه طب ما هي مش هتضر لا هتضر هقولكوا ازاي هتضر مش هتضر ان هي مادة ضرة لا هتضر لان هي بمنطق انه معدة الطفل اصلا صغيرة جدا تخيلوا الطفل اللي عنده ثلاث شهور ده معدته قد ايه صحي كده؟ فيعني لازم ان احنا نبقى حارصين ان المعدة الصغيرة دي لما يدخل لها حاجة تدخل لها حاجة مادة غزائية يعني المعدة الصغيرة دي عايزين احنا نخليها تتملي بلبن الرضاعة على قد ما نقدر لما بندي ينسون او كراويا او الحاجات دي كلها هتتهدم وبتاعه ولكن لها ليس لها اي مردود غزائي على الطفل صحي كده؟ طيب اذا كانت الرضاعة يعني فيه ناس يقولوا ايه طب الحاجات دي تنفع في المغص والمغص بيكون ملحوص في الفترة دي انا معاكم في الفترة الاولى من عمر الطفل بيكون عنده تقلصات او عنده مغص ولكن ده له سببين او له اكتر من سبب السبب الاولاني هو اختلاف طبيعة الغزاء اللي كان بيحصل عليها الطفل وهو في مرحلة لما كان جنين دلوقتي بقى هو طفل رضيع ملوه دومه بيحصل على الغزاء بطريقة مختلفة فطريقة اختلاف الاكل دي بتؤدي احيانا الى بعض خلينا نقول ايه القلق للجهاز الهضمي فيحصل له مغص فده سبب طبيعي وكل ما بيبقى فيه انتظام في الرضاعة كل ما المغص ده بيقل السبب التاني هو حدوث اخطاء الرضاعة اخطاء الرضاعة زي ايه زي ان الطفل يكون بيرضع في احد جوانب الفم يعني ان احنا نكون حطين مثلا حلمة الثادي في الرضاعة الطبيعية او انه في الرضاعة الصناعية انه الحلمة بتاعة الببرونا مثلا تكون في جنب الفم فده بيؤدي للمغص فاهمين قصدي يعني نرجع لسؤالنا عشان ايه ما نشتتش الامور يبقى لو انت كأم بتدي الينسون او الكراوية ده عشان المغص لا انت تخلي بالك تخلي بالك من وضع الرضاعة انه يكون سليم انه الطفل يكون حلمة الثادي او حلمة الببرونا في منتصف الفم عند الطفل ان انت تقللي التوابل على قد ما تقدري في اكلك في حالة الرضاعة الطبيعية لان التوابل دي هالي بتعمل مغص للطفل انت لازم تشربي مياه كتير لان قلة شرب المياه انت كأم قلة شربك للمياه بتؤدي الى زيادة محتوى الدهون في لبن الرضاعة بتاعك فبالتالي ده يعمل مغص تمام دي من الحاجات اللي هي يعني نخلي بالنا منها وبرجع وكرر انه الينسون والكراوية وارد ان احنا نديهم كده مرة ولا حاجة اذا قبلهم الطفل ولكن في ناس بتتعامل مع هذه المشروبات على انها عادة يعني لازم يعني تلاقي الام تقولك انا ابني بيرضع خمس مرات غير رضعة الينسون او غير رضعة الكراوي حطنا لها وقت ثابت ومعات ثابت وده غلط فاهمين قصدي؟ اشتركوا في القناة